اهلا وسهلا فيكم في الدرس الخامس في كيف تصمم جزيرة على برنامج الريال انجين 5 في هذا الدرس درس الخامس راح نبدأ نلون الجزيرة تبعيتنا لكن قبل ما نبدأ نسوي الكلام هاد راح نسوي تعديل بسيط على الفيديو الماضي في الفيديو الماضي نسينا نسوي شغلة صغيرة شركة الريال انجين شركة ابك وتقول لك في برنامج الريال انجين 5 انك لا تستخدم اكتر من خمس مواد الآن استخدمنا سبعة فا احنا احنا نعمل بدنا نحل المشكلة بتفوت وتمسك المواد هاي كلياتها زي هيك وبتيجي على السمبيل ارصوص وتختار شرط راب وهيك انحلت كل المشكلة لما كانت قبل شوية كانت لو الخطط سبعة مواد مع بعض في بقعة واحدة ممكن يعلق ما تشتغل عندك ممكن ضل المنطقة هيك مربعات مربع رمادي غامق رمادي غامق رمادي غامق بهاي الطريقة كل الامور تمشي كويس تعمل الآن خلينا نضغط save هيك بكون خلصة كل الامور عنها في هذا في الاندسكيب ماتيريال الا انه بدنا نعدل على هادول كمان شوية حتى نشوف شوية ما هادول اللي انا شروحتم بالفيديو الماضي وتلكم مهمين جدا خلينا نبدأ نجي على الاددور تبعنا ونبدأ اول شي نضغط على هاي نضغط على الجبل تبعنا او الجزيرة نفسها وندور على الاندسكيب ماتيريال ونختار الاندسكيب مات اللي احنا صممناها الان لاحظ حتصير سودا يفترض سودا بس يالله مش مشكلة اللون يعني هو ما فهمش الموضوع save كل الامور تمام الآن شوية هسا بزبطها كلها تثواني كل الامور بعالجها ممتاز طيب تمام تمام الآن اش رح نسوي بدنا نبدأ نلون بس قبل هيك بنفوت على الاندسكيب لاحظ انت هون بدنا نضغط على الزائد هون نضغط على الزائد نختار الخيار الاول نضغط على الزائد نختار الخيار الاولى بدأ يعمل كان يفترض انت تحتاج عندك سودا انا اجتا عندي الزرقه هو البرنامج جعل ريال انجين 5 فيه شوية مشاكل رح يضبطوه بقولك طيب save هاي كمان هاي خلينا نشوف الاسماء هاي الهذه التمام نختار هاي كمان اوكي ممتاز save واخر واحدة save هيك صار عندنا كل المواد جاهزة للشغل خلينا نبدأ نرجح الى ورا شوي هيك طيب لاحظ انت خلينا نسوي play لاحظ انت الارضية الارضية مربعات يعني مشوهة يعني لاحظ انت مربعة صغيرة مربعة صغيرة في كل مكان لاحظ كيف مربعة انا اللي بدي اعمله الان لما اسوي play طلع الارض كأنها شكلها بالمرة مش حلو تتذكروا هسا كنت لكم بنا نعمل في هادول الثلاثة ودخل على الثلاثة هادول اختار اول واحدة هاي mapping scale وحطها خلينا نجرب خمسة ونيجي هون ونتفرج نضغط play حملنا save لالها اوكي الان طلع الارض كيف صارت طيب خلينا نعمل play حسا ننزع عليها نوصع نمش على الارض صارت الارض واقعية اكثر ايش اللي صار كبر لي حجم كانت مربعات صغيرة جنب بعض المواد مربعات صغيرة الان صارت مربعات كبيرة صار يعطيني المادة كاملة اشوفها طيب خلينا نزود الخمسة هاي نجربها على ثمانية ونقبل save خلينا نشوف كيف رح يطلع الشكل تمام وكبربيرنج شادر تمام قاعد بسوى فيهم خلصهم هوا هاي جاهزين تمام هاي الارض صارت كلاتها رملية وشكلها كويس كثير تمام انا عجب من هذا الرقم تمانية صحيح حطينا ثمانية كويس طيب الآن خلينا نشوف الويتساند اشتغلت معي لانه انا الارقام خلينا ندهن شوف انا مختار paint اخترت الويتساند اتطلع ان الموقف هون فيش اي شي طرع لما اجب الشخصية من هاي الجهة بتلاقي فيه لمعة صارت في لمعة هون اشها هاي المي اللي هي نفس الماتيريا لما قلت لكم من نستخدمها ونضيف عليها شوية مي تمام تمام خلينا نجي من فوق نضيف المي على الحواف خلينا نشوف ويتساند تمام خلينا ننزل ونشوف كيف شكلها تمام ممتاز جدا طيب نرجع نلون هون زي هيك طيب الان هيك احنا صار عندنا الشاط الشط عليه رملة مبلولة تمام وبعدها مستفوت جوا بطل في عندك اي رمل مبلول ممتاز خلينا نجرب الان المواد الثانية خلينا نشوف الروكي نشوف هاي خلينا نشوف شكلها شوي خلي عالجها ممتاز 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 شكلها كوي صراحة طيب بس احنا نستخدم هون حسنا نعيد ترتيب كل اشي بس خلينا نخلي هيك مش مشكلة خلي ندفع طيب نشوف كمان عنا فيه ساند ثاني احنا وان الساند الثاني ساند خلينا نشوف هاذا الساند ناخد نظر احنا لساتنا نستكشف المواد ما بدنا نشتغل فيهم ممتاز خلينا ننزل نشوف الرمل الثاني طب هذا الرمل طلع انت لاحظ فيه بحث هون الرمل خلينا نشوي شوي طلع الفرق بين الرمل اللي هون والرمل اللي هون بيختلف الارضية ممتاز طيب خلينا الآن نبدأ نرسم شوي المستوى تبعنا احنا هنرسم احنا هنبدأ نعمل رسمة عادية جدا وبعد هيك هنبدأ في الفيديوهات الثانية نطور على هذا الشغل تبعنا طيب خلينا نبدأ نعمل احنا خلينا هذا كلها مرسومة نختار الساند كورس حتى بدي اختار النوائز وين النوائز خليني اختار اشوف هيك كيف صارت دقيقة سب هنا بدي احط اد بدي احط الفول اوف خلي زي ما هي هيك كبسي هون كبسي دقيقة دقيقة خلينا نحط بها زي هيك بروش سترينغ ضعف لي اياها خلينا نشوف هاي بروش نويز خلينا نشكل شوي هون هون زي هيك نخلط نشوف هاي نشوف هاي طبعا احنا مش شرط يكون من السم منظر جميل لانه انت ممكن بكل بساطة ما رح يحس اللاعب اصلا لما تيجي انت تشوف تمسي الارض عادي اللاعب ما رح ينتبه لشكل اللي احنا رسمناه من السم فجأة بيلاقي حاله على رملي زي هيك فجأة بيلاقي حاله على رملي زي هيك فجأة بيلاقي حاله على رملي مبلولة زي هون زي هيك طبعا رملي مبلولة هاي احنا ممكن نغير الرقم تبعها نخليها مبلولة اكثر خلينا نجرب نضبط الرملي خلينا نشرب هذا الرقم نحطه 0.1 خلينا نشوف شو بسيارة خلينا نحط 0.1 save خلينا نطلع مليون مرة احسن مليون مرة احسن صار مليون مرة احسن طيب نستخصنا ننتمد الرقم الجديد اللي حطيناه اخترنا المرة هاي 1 بدل ما كانت طيب نرجع هون ممتاز خلينا نشوف خلينا نحط خلينا نحط هاي ونحط هاي خلينا نختار هاي زي هيك بدل الشياء تكون عشوائية شوي ونرجع لهاي كمان نحط كمان مرة ثانية هون بدل اخلطهم مع بعض هو المشكلة في الخلط اصلا لما تخلط غالبا البرنامج بعاني خلينا نحط هاي الغالبا خلينا نحط أعشاب نرجع نحط على البنت ونحط العشاب من هنا نحط العشاب خلينا نحط خلينا نشوف العشب نحط نتطلع على العشب حسنا دعونا هذا العشب الأول دعونا نرى العشب الثاني ونرى كيف نوزعه طبعا نحن يفترض نحن نرى هذا الكلام داخل الاندسكيب ولكن للأسف لأنها لم يعمل نراجع نحن من داخل الاندتور نفسه طبعا هؤلاء دعونا نبدأ نراجع مرة ثانية نقوم بقية ثانية ونبدأ نقوم بقية ثانية نرى كيف صارت طبعا نقوم بقية ثانية نقوم بقية ثانية ونبدأ نقوم بقية ثانية فى قد نظيف ونطلع للفوق ونحن كاد بك بظل نكابس حتى ايش اخلط انا بديش استخدم نفس المادة يلاحظ اللاعب ان الشيء يتكرر كثير وبحاول اخلط المادتين مع بعض سوف نقوم بعمل تمام تمام لديك هنا خف تمام 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 نقوم بهم نقوم بعمل أسرع ما يمكن لأنه نأخذ الكلف ربارين شادر نحن نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل بسرعة رائعة حقيقة مادة رائعة جدا نجد اللاعب يبدأ من هنا حقيقة جدا جميلة نكمل نلون كل هؤلاء بدأت الجزيرة تعطي الشكل طبعا نحن لسه فيه قدامنا شغل كثير نحن كل ما نسويه هاد بس بنأسس لسه فيه بعد هنجيب الحجار عن جد هنخلي الاشي اللي يشوفوا اللاعب كأنه في العالم الحقيقي لسه ما وصلنا للهدف تبعنا نهائيا بس نحن نجهز قدامنا لسه في المستوى كما أعطيني هاي هون دعنا نأخذ الواتساد ونكمل هاي من هون نحطي هيك ارامل نبلول نشوف دعنا نبدأ الان بس في نبدأ نحطه سوف نضعه دعني صغير حجمه كبير نضعه في النواتق هذا نرى ما يحدث لا قوي كثير نضع نضع عفل أعطيني هذا أخاف ما يمكن نرى كيف طلعت نضعه دعني نرى شكلها عن جد أقرب من حسنا هذا رائع واقعي جدا 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 نضعه هنا نضعه هنا نضعه 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 test نضعه 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 نضعذ نضعه أو الآن ماذا يحدث ؟ أعطيها خفيفة ووزعها نجهز للمتابعة ونجعلكم إلى هذا المتابعة حقيقة 100% ثم نضغط 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 إختصى الوقت نضغط 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 اشترك 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 انا الاصف كمادي تمشتد قد وجود هذا ت 사진 سوف نشوف كيف شكلها هاي على اغلب ما رح نضعه هون ولا خليها حتى يشوفها اللاعب رح نوزعها بشكل عدة اماكن هي رح تكون غالبا من هون زي هيك نوزعها رح نضعها سوف ننزعها تمام 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 خم سنجرب بس نشوف الشغلة هون لو بدأ اللاعب بلاحظ بلاحظ حسنا دعنا نرجع شوية لورا نعمل paint ونضع هاي نصغرها شوية نقلل شغلة شوية نزيد هاي نصغر بس شوية ونعمل هاي هون بشوية اوكي تمام زي هكسات نطقية اكثر نرجع هون نوقد الكلف هاي نضيف هون دعنا نستخدم هاي كماما نستخدم هاي كماما مرة دعنا نقوم هاي عشان اسرع دعنا نستخدم هاي شوية دعنا نقوم هاي دعنا نقوم ها دعنا نقوم هاي كماما 24 طب الشكل ممتاز حاليا انا بكتفي بهذا التعديل اعتقد انا ان ممكن نأخذ وقت اطول ونعدل اكثر ولو حسا كمان شوي بالفيديوهات الجاي هنصير نعدل اثناء الشغل اذا شفنا اشياء ما عجبنا بنرجع نسويه بتعرتيب مرة ثانية وبنضطه فشوفكم فيديو البعده في اعمال الله مع السلام موسيقى